تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودول تناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين هذا وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضاً جهود مصر لإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر خلال الاتصال من خطورة التصعيد مؤكداً أهمية العمل على وقف تساع رقعة الصراع وضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة